تفكير كتنقينه بالنسبة لمباراة الغد ومباراة لبنان وهل بتشوفها أنها هل هي مباراة سهلة؟ مش هي المباراة دي ما مالهاش توقع خلي بالك روش حذره من أن يفكروا التفكير أن المباراة بقى سهلة بصة كابتن هي مالهاش توقع بس أتمنى المنتخب يقدي بشكل كويس إحنا راحين البطولة كل الناس طبعا عينيها على منتخب مصر إحنا أبطال أفريقيا وعندنا نجوم كتيرة جدا فالناس كلها بصة للمنتخب بنظرية كبيرة جدا فأتمنى إن شاء الله إحنا نعمل أداء ونتيجة انت مش شاركتش في كاس عرب قبل كاكب تنميل لا لا لكن لعبت البطولة العربية شاركت في كاس عرب اللي كان في الكويت قبل كده والبطولة العربية كمان لعبت فيها لكن غير كده بطولة العربية بتاعت الأندية بتاعت الأندية لكن مش المنتخب لكن المنتخب كاس الأمم الأفريقية لكن لعبت ببطولة العربية دي بتاعت الأندية هل بيبقى فكرة انك بتلاعب اندية عربية او شقاء عرب بتبقى منافسة اقوى او بتشوفها ازاي ده انا بكرة انا بشوف من وجهة نظر المنتخب لابنين برضو عنده طموح عنده امام منتخب مصر ولو عمل نتيجة جايبة هتتحسب له طبعا هو عارف هو بيلعب منتخب يعني احسن منتخب في افريقيا وابطال افريقيا ثلاث مرات على التوالي فهو عارف بيلعب منتخب مصر كيمة كبيرة يعني فكل الناس وده طموح ولو كسب دي هتتحسب له وتتحسب له الجهاز الفني اتمنى ان شاء الله لربنا يكرمنا ونعمل اداء زي ما بقولك اداء كويس ونتيجة بالنسبة للتشكيل الاعتقد اللي يعني لا خلاف على الشناوي طبعا قدامه الوينش واحجازي واكرم توفيق وباكلفت اعتقد يا فتوح يا ايمن اشرف بس اللي ارجح احمد فتوح ماشي بشكل كويس وهو معتمد عليه وهو معتمد عليه الفضل اللي فاتت وفي نص الملعب يبقى السلية وحمدي فتحي وقدمهم افشة وفيه بقى زيزو الجانب الامامي ده فيه ناس كتيرة بقى فيه مصطفى فتحي وفيه زيزو وفيه محمد شريف طبعا قدامه فان شاء الله بتمنى لهم التوفيق اي 11 هيلعبه احنا كلنا راحين منتخب مصر ده منتخب مصر في الاخر احنا المنتخب اللي انت بقولت التشكيلة دي هم تقريبا موجودين في المنتخب اللي هو القوام الاساسي اللي هو بالاضافة للمحترفين وبالتالي العيبة دولية وبالتالي منتخب قوي محدش انا من وجهة ناظر مدام احنا بنقولي التشكيلة دي بالاضافة لبقيت اللاعبين اللي موجودين برا انت مطالب انك تاخد البطولة كبت اكيد طبعا انت رايح وكان عجبني قوي التصرحات كمان على السوشال ميديا سواء من الجهازة او من اللعيبة بتابع دايما اللي احنا عايزين نرجع باللقب فاعتقد اللي دي هتبقى حافظ هنشغل لقب واحد فقط في هذه البطولة واحد بس يعني احنا ما خدناها نشغل مرة واحدة هي عشر مرات تلعبت احنا ما خدناها نشغل مرة واحدة ان شاء الله المرة دي تبقى التانية ياري ان شاء الله طبعا وهتبقى دافع كوي زي ما بقولك قبل كاس الامم وهتبقى احتكاق كوي ودافع كوي لو خدنا البطولة كمان فهتبقى نفسيا حتى للعيبة حاجة كويسة طيب اتمنى انا بس عايز اقول حاجة اتمنى اللي انا اشوف احمد رفعت في البطولة دي لعيب كويس وإلا ما كانش يخده فاعتقد اللي هو حتى هيدي الناس كلها لو احنا بنكلم عن الاستعداد واناك بتجرب لازم يشوف الناس كلها طيب من ضمن القايمة اللي قدامك دي تتوقع مين يتقلق وتتوقع مين اللي هيكمل منهم في القايمة الخاصة بكأس الامم الأفريقية لا يعني الشنوه هيكمل طبعا حجازي موجود الوينشي موجود ايمن اشرف موجود اكرم توفيق موجود فتوح موجود حمدي فتحي السولية يعني الاسماء دي اعتقد اللي هي بنسبة يعني 90 أو 95% كمان في البطولة يعني مثلا واحد زي محمد عبد المنعم احمد ياسين دي فرصة كويسة بقى اللي عمر كمال عب واحد وقسامة فيصل وحسين فيصل ورفعت ورفعت ومهند لاشين اعتقد ومروان داود اعتقد اللي الناس دي فرصة كويسة احمد فيصل بقى ما هما الاتنين ما انا قلت اعتقد اللي فرصة كويسة للناس دي اللي هي تبقى موجودة وتظهر للناس كلها وتظهر للمدير المدير الفني نفسه اللي احنا يعني زي ما انت صكت فينا وجبتنا احنا برضو لازم نوري لك اللي احنا لا احنا عدها بس هما ياخدوا ده هي القصة اللي انت تأخد عشان تقدر تحكم عليه بالزرط طيب فكرة اللاعبين اللي هما يعني مش متواكدين نتيجة وجودهم مع الاندية بتاعتهم في الكونفوضر يعني فيه لعيبة في بيرامد سيارة للسعيد ورمضان صبحي انا معرفش هل هو خلاص الامور بالنسباله ده رمضان لامور بعيدة وشايف هل رمضان لازم يبقى موجود في القائمة الخاصة ببطولة الامة افريقية ولا خلاص هو ده وقت بالنسباله الامور راتبقى صعبة لا هو بص هو الرجل من ساعة ما جاء وكلنا شفنا اول ما جاء واستبعد افشا واستبعد محمد شريف هو الرجل الجاي مع احترامي ما عرفش مين ومين لا انا ليه الملعب فلو رمضان ما شدش حلو هو رمضان لا خلاف عليه كالعيب كورة لعيب كبير وعنده امكانيات سواء يعني بدنية او فنية لا خلاف عليها بس الرجل ليه الملعب لو ما شدش حلو وبقى كويس اكيد مش هياخده لكن رمضان عليه اللي هو يركز عشان يقدر يروح معجب جدا بعبدالله السعيد رغم يعني كبر سنه وكل ما بيتقدم لكن الرجل بيلعب بكل جدية سواء مع المنتخب او في بيراميدز فلا يعني عليه اللي هو يتعلم من واحد زي عبدالله اللعيبة كوباء يا احمد فتحي اللعيبة دي عشان كده هي دايما رجلها في الملعب وعشان كده دايما انت اللي بتجبر الموديل الفني اللي أنا كن موجود ولا مش موجود